ينضم إلينا من واشنطن مراسل سكاي نيوز عربية مجدي يازيجي مجدي ما مدى جدية الموقف حين تستدعي الولايات المتحدة السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على الاستيطان فضيلة الموقف جدي للغاية والخلافات بين إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والحكومة اليمينية المتشددة والتي قد تكون أكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل مؤخرا التي يرأسها بن يمين نتنياهو ليست جديدة وليست غريبة على أحد هنا في الداخل الأمريكي ولكن هذه السابقة أن يخرج للعلن وهذا البيان من الخارجية الأمريكية الذي يعلن فيه استدعاء الخارجية وتحديدا لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان مع السفير الإسرائيلي مايكل هيرزك لتبليغه رسميا احتجاج الولايات المتحدة الأمريكية على مصادقة الكنيسة الإسرائيلية فيما يخص إلغاء قانون فك الارتباط الذي كان أقرع عام 2005 وما يمهد بعد ذلك لبناء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية وهي نقطة أساسية لواشنطن تعارضها وتؤكد على أنها تعيق إحياء جهود السلام تعيق حل الدولتين تعيق أيضا أمال وطموح الفلسطينيين في الحصول على دولة فلسطينية مجاورة للدولة الإسرائيلية وبالتالي الآن الخطاب أصبح رسميا وواضحا وعلنيا بعد أن كان في موراء الكواليس ويتردد بالتقارير الإعلامية هذه الإدارة بلغت احتجاجاتها للحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا بشكل مبطن وبشكل غير معلن الآن توجهنا إلى المرحلة العلنية ولديها الكثير من الأدوات لتضغط فيها على حكومة نتنياهو منها السياسي منها الإعلامي ولا شك المالي وأيضا العسكري فضيلة شكرا مجد يازجي في واشنطن